أهلا بكم نشرة الأخبار تأتيكم من قناة الكوت الفضائية انتظرت إسرائيل الرد من الجولان فضربها حزب الله من حيث لم تحتسب هجوم المقاومة في مزارع شبعاء نزل كصاعقة على رأس الجيش الإسرائيلي وأدخل إسرائيل كلها في الصدمة وبلغ الخوف حدا لم يتجرأ معه جنود الاحتلال على الاقتراب من موقع العملية إلا بعد أن أكلت النار التي اشتعلت في رتل من السيارات العسكرية جثث القتلى وأصابت الجرح بحروق بالغة فيما ضاعت وسائل إعلام العدو في سيل من المعلومات المتضاربة عكست التوتر الإسرائيلي في أعلى درجاته البيان رقم واحد لحزب الله لجم قادة إسرائيل بسياسيها قبل عسكريها خشية من البيان الثاني وسلسلة من البيانات أعدتها المقاومة الإسلامية فيما لو تجرأ قادة الاحتلال على ارتكاب حماقة الرد على الرد أو المغامرة في اختبار قدرة المقاومة على استخدام صواريخ الفاتح أو العبور إلى تحرير بلدات الجليل الفلسطيني المحتل الإشادات بهجوم المقاومة تجاوز القوى الوطنية اللبنانية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية التي أكدت على وحدة جبهة المقاومة فيما أصدرت الأحزاب العربية الإسلامية بيانات التأييد لرد المقاومة على العدوان الذي شنته إسرائيل على القنيطرة قبل عشرة أيام في محاولة منها لتكريس معادلة جديدة لفك الارتباط بين المقاومة في سوريا ولبنان صمت المقاومة قبل ردها أدخل إسرائيل في دوامة حرب من التوقعات لم تلامس لا مكان ولا زمان رد المقاومة الذي وضع إسرائيل أمام القرار الصعب وعليها أن تذعن لمعادلة المقاومة أو اختبار تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي سيطل بعد غد الجمعة في كلمة ستعيد العدو إلى قفص معادلة الردع في ذروة التوتر الإسرائيلي المقاومة الإسلامية في لبنان تتبنى عملية استهداف لدورية لجنود الاحتلال مكونة من تسع آليات داخل الأراضي اللبنانية المحتلة العملية النوعية من حيث التخطيط والتنفيذ أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وفي بيان رقم واحد أكد حزب الله أن مجموعة الشهداء لقنيترا في المقاومة قامت باستهداف موكب عسكري إسرائيلي في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة مؤلف من عدد من الآليات ويضم ضباطا وجنودا صهينا ما أدى إلى تدمير عدد منها إسرائيل التي أصيبت بصدمة ردت بقصف عنيف على عدد من القرى المتاخمة للحدود بينما عقدت رئاسة أركان الاحتلال اجتماعا طارئا توعد فيه بنيامي نتنياهو برد قاس طيران الاحتلال استمر طوال اليوم بالتحليق فوق جنوب لبنان فيما مشطت المدفعية الإسرائيلية وسط معلومات نفتها إسرائيل عن وقوع جندي إسرائيلي في الأسر فيما طلبت سلطات الاحتلال من كافة المستوطنين التزام المنازل والملاجئ استباقا لوقوع تطورات بالإضافة إلى إخلاء مدارس ومطارين وأعلان منطقة العملية منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها لم يتأخر رد المقاومة على اعتداء لقنيترا والذي جاء في زمانه ومكانه وحجمه ردا حاسما وعلى إسرائيل أن تنتظر البيانة رقم اثنين من المقاومة إذا ما قررت الرد على الرد من بيروت نور أخضر قناة الكوت ترجمة نانسي قنقر